مشاهدين نناقش هذا الملف مع الخبير المالي والاقتصادي السيد محمود داغر أهلا ومرحبا بك سهيد الكريم يعني حزمة تسهيلات أطلقها البنك المركزي لتوفير الدولار للتجار هل هذه التسهيلات ستساهم باستقرار أسعار الدولار؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم ولمشاهدين طبعا هذه الحزم اللي قام بها البنك المركزي والآن مبادرات جديدة من التي بي آي تساهم في توفير طمئنان أكثر للتجار بالحصول على العملة الأجنبية للاستيرات لكن نحتاج إلى وقت يعني إحنا عشرين سنة كنا نمول التجارة الخارجية بطريقة الآن تحولنا إلى طريقة جديدة وهناك كثير من المسائل الفنية وبالعلاقات الدولية تقف عائق هذه المبادرات ستساعد بالتأكيد على تخفيف الضغط على طلب الدولار البنك المركزي والاحتياطيات العراقية قوية المشكلة فقط هي في كيفية موازنة العرض مع هذا الطلب العالي في السوق على العملة الأجنبية وبالتالي كل هذه الإجراءات ومحاربة الكاش والتأكيد على استخدام الدينار إجراءات لا بد أن تؤدي بس شوية صبر مثل ما يقولون نعطي نفسنا صبر نتقبل شوية بعض الأشياء مقابل الامتثال وسلامة الوحدات الاقتصادية هل المشكلة سيد محمود وستاذ محمود هل أن المشكلة بالتاجر الصغير أم الموضوع يتعلق بالتجار الكبار أصحابي الشركات الكبيرة الآن إذا وصلت المبالغ المعطات للتاجر الصغير مئة ألف دولار شهريا هل المشكلة هنا أم نتحدث عن مشاكل أكبر من ذلك نحن نكون واقعين بالنسبة للتجار الكبار والتجار المتوسطين أمورهم ما الشيء هم متعودين سابقا والآن على فتح اعتمادات على حوالات لدى المصارف وعدهم حسابات التجار الصغار وعددهم كبير هذول كان لا يستطيعون الدخول إلى النافذة أو إلى المنصة لأن كان الشرط أن تكون شركة النتيجة الإمكانية العالية لدى مصرف الـ TBI فرح يقدم لهم خدمة خارج المنصة لكن بعض الشروط المبسطة هي أن تثبت أنك تاجر تمارس عمل التجارة باسمك الفردي أو عندك الانفويس اللي جايبة من الجهة اللي تستورد من عندها والأمور تمشي على 1320 باعتقادي هذا الأمر لأنه بعد بدايته لا نستطيع تقييبه إذا مشه بسلاسة سيحل جزء مهم من الطلب على السوق اللي هم التجار الصغار طيب أستاذ محمود حسب متابعتكم للسوق كيف ترون التعامل بالدنار العراقي هل يوجد فرقات عن السابق وكيف ينتهي التعامل بالدولار نكون واقعيين وجود 120 نقطة فرق فجوة بالسوق تجبر المسك بالعملة الجيدة والتخلي عن العملة الرديئة هذا معروف قانون غريشم العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول لا شك هاي نزع فردية الإنسان حريص على ما يملك لكن هذا الموضوع مع الحزم ومع انتشار فرق المصارف وتسهيلات الدولة لاقتناء أجهزة البي او اس والتحول إلى الدفع وبدت عملية تعود بعض المواطنين على أن يستخدمون البطاقات الدفع لتسوية مدفوعاتهم ورح توفر لهم مرونة ما الذي نحتاجه في هذا الصدد نحتاج توعية توعية فقط التوعية مهمة بالمزايا لكن لدينا نقص كبير في الأجهزة طبعا وهي هاي قضية يعني هي قضية كالتشر ثقافة مو القضية نقدر احنا نقول اليوم تصير وباتشر تصير هذا يحتاج لها مع التوعية مع جدية المصارف في نشر البي او اس مع التزام الناس بهذا العمل واقتناعها بأنه أنا أفضل لي أستلم مبالغي بوسائل الدفع الالكترونية ليش أستلم مبالغ نقدية عتيقة ليش أستخدمها مزورة ليش يصعب علي بنهاية اليوم أدققانش قد بايع وطابق نعم هذه كلها توفر إلى هذه الخاصية نعم دكتور عفوا أستاذ محمود هل ترون ضرورة أيضا مع هذه تسهيل تقديمات أو تسهيل تقديم تسهيلات أكبر فيما يخص البطاقات طبعا الآن المصارف قعد تروح إلى المولات إلى المحلات إلى المستشفيات إلى غيرها وقعد تقدم عروض من يستخدم بطاقتها إلى خصم نعم الطبيب اللي يستلم المرضاء لهم خصم والمستشفى الصيدلية إلى آخره طبعا لأنه صاحب المحل البائع هو المستفيد هو المستفيد من هذه العملية إذا أدرك مزايا التسوية بواسطة الكارد طيب الآن نتحدث أستاذ محمود عن بدء تنفيذ بنود ومضامين الموازنة كيف ستؤثر هذه العملية على مجمل الحركة الاقتصادية في البلد الحمد لله أن الموازنة قررت وبدأ نزل التعليمات بالوقاع بشهر الثمانية يعني المتبقي خمسة شهر الحمد لله لأنه نازل من الشهر يعني البهواء لأن الموازنة هذه ضخمة تشكل طلب عالي وبالتأكيد رح تسوي لنا ضغط بس أنا باعتقادي الآن نزلت بشهر الثمانية سوف لن تشكل ضغط وتعطي لنا شوية نشتم النفس على الطلب ضغط على المستهلك على الحكومة على من لا على الكل على الكل طبعا انفاق زايد هذا الانفاق تعرف السلع كلها أجنبية إذن الضغط على الدولار إحنا عندنا أصلا مشكلة فجوة بالدولار فالضغط يزداد لكن كونها يعني احنا بالثمانية على ما يتعاقدون بالاستثمارية وكذا إلى آخره المهم سوف لا تشكل مبالغ ضخمة تضغط نتمنى نكون سنة الثانية احنا أكثر استعدادا لمواجهة هذا الطلب العالي 199 تريليون موازنة طيب شكرا جزيلا خبير المالي والاقتصادي أستاذ محمود داغر شكرا جزيلا رأى ألم بنتي شكرا جزيلا